مجزواء ثالث عصر مشاهدين أتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالتنسيق والتعاون ما بين جهة الاقتصاص الوطنية ومصنع لكتو مصر لتطوير طاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع الألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية فضلا عن سد فقوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة لاجتماع تناول منظومة انتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي حيث تم استعراض موقف انتاج لبن الأطفال من قبل شركة لكتو مصر التي تمتلك أكبر مصنع لانتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويستخدم أحدث المعدات والتكنولوجيا العالمية المتخصصة في هذا المجال فضلا عن قيامه بإنتاج إغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءة الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي لمناسبة عيد العمال وأكد جبال في البرقية أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعر العمل والتعمير والإنتاج وأكد جبال أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة المشاعر في التعمير والإنتاج متابعا أن الرئيس أسيسي له الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها بترفوعه عن إثارة الغبار على الماضي ونظرته إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس أسيسي لمناسبة عيد العمال داعيا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس أسيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليل نهار لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير نايد موكزة الثالثة مشاهدين في تمام السادسة خدمة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري إلى الملتقى اشتركوا في القناة